موسيقى السلام عليكم ازايكم انات يا امرات عاملين ايه النهاردة يارب تكونوا بخير وتكونوا دايما متابعيننا طبعا كلنا بردانين ومتكتكين وبالغطم متدفين والشتة السنة دي كده شكلها هتشد معانا اكتر كلنا فكرنا ان احنا نشتري ايه في البرد ده طبعا كلنا او معظمنا فكرنا ان احنا نشتري دفايا وعشان قناة بيتك معرنة وقسرة قناة بيتك معرنة دايما بتفكر في اللي انتو محتاجينه واللي انتو بتفكروا فيه فاحنا النهاردة هنتكلم عن الدفايات بشكل عام بس قبل ما نشوف الفيديو بتاع النهاردة سعب مع بعض نشوف قناة حلوة قوي هي قناة سوبر نونا هي اسمها قناة سوبر نونا وهي السوبر بجد القناة دي بتقدم لنا حاجات كتير حلوة زي الأشغال هدوية اللي انتو كنت تعمليها وانت قاعدة في البيت كمان بتقدم لنا حاجة اسمها عادة تدوير يعني لو انت عندك حاجات قديمة في البيت ازاي ان انت تجدديها وتستخدميها وتعمل فيها حاجات حلوة بدل ما ترميها كمان بتقدم لنا افكار سهلة وبسيطة وسريعة على شرط نضاف البيت وتحفظ عليه كمان بتقدم لنا اكرات سريعة لولادنا طبعا كلنا يعني نتعب مع اولادنا جدا في موضوع الاكل والشرب ده هي بتقدم لنا اكرات سريعة بيحبها كل الاولاد بتقدم فيها حاجات كتير ياريت كلنا نتابعها ونستفاد منها وأنا كمان ذات نفسي بتابعها وبحب كل الأفكار الحلوة الجميلة الجديدة اللي هي بتقدمها طبعا هنشوف مع بعض الحلقة بتاعتها نشوف النهاردة عملنا مفاجأة حلوة يارب تعجبكم عزاكم كلكم تروح تشوفوا الفيديو وبعد كده نكمل حلقة بتاعتنا طبعا أنا سايبها لكم اللينك بتاع القناة بتاعتها في الديسكريبشن بوكس أو في صندوق الوصف ياريت كلنا نشترك فيها علشان نتفاد منها وانتابعها زي ما بتتابعوا بالضبط قناة بيتك معنا يلا نروح نشوف الفيديو بتاع سوبرنولا ودلوقتي بقى نرجع للموضوع بتاعنا النهاردة اللي هو الدفات الدفات بشكل عام في منها غاز وفي منها كهرباء طبعا اللي بيهمنا أكتر اللي هو الكهرباء دفات الكهرباء في منها كزا نوع الأنواع دي بتختلف من حيث ايه؟ من حيث طريقة عملها هي بتشتغل ازاي؟ ومن حيث ايه هي عيوبها وايه هي مميزاتها؟ وأهم حاجة من الكلام ده كله اللي احنا لازم نعرفه كويس قوي ايه هي الأماكن اللي أنا بستخدم فيها كل دفاي أول دفاي نتكلم عنها هي حاجة اسمها دفايات مشعة أو كورتز الدفايات دي بيسموها دفايات البقعة المعينة يعني ايه؟ يعني هي بتدفي جسمه معين بيتم تصلية الدفايات عليه أو مكان معين بخلي الدفايات بص على المكان ده أو على الجسم ده وأشغلها وبالتالي تدفي الجزء ده أو الجسم ده هي مش بتدفي هوا الغرفة يعني مش هتدفي القداء كلها لأ قلنا هتدفي بس الجزء اللي هي متسلطة عليه وعلشان كده هي مش اختيار مناسب قوي لو انتي عايزة تدفي غرفة أو يعني صالة أو مكان بحاله لأ ده هي بس بتدفي حاجة واحدة بس وهي بتكون شبه أشعة الشمس لأن هي بتعتمد على أنابيب كورتز اللي بينتج عنها حرارة الحرارة دي بتشبه أشعة الشمس وبيكون لها ضوء أحمر طب ايه هي مميزاتها؟ هي كفائتها عالية استهلاك الكهرباء أقل وبتستخدم طاقة أقل طب ايه هي عيوبها؟ مش بيوصى باستخدامها في غرف النوم أو تشغيلها أثناء النوم ليه؟ لأنها بتحرق الأكسوجين يعني ممكن تؤدر اختناق طب ايه الأماكن اللي ممكن استخدمها فيها؟ الدفاة دي زي ما قلنا هي بتدفي جزء معين أو شيء معين بيتم تسلط عليه الحرارة بالتالي أنا بجيبها لما بكون عايزة أسخن جزء معين أو حاجة معينة بس هي اللي أنا بسخنها مش بدفي القضاء كلها طب المركات اللي بتكون موجودة منها زي السانيو والديلونجي والبلاك اندي ديكر وهتلاقي ممكن منها توشيبا وتورنيدو طبعا ده معظمها الحاجات دي هتلاقيها في مصر كل المركات دي هتلاقيها في مصر في منها برضو لو أنا عايزة في بلاد الخليج أو كده هلاقي طبعا الدلونج دي في كل البلاد طيب تاني حاجة اللي هي دفايات الزيت دفايات الزيت ديت بتشتغل بالكهرباء برضو طب بتشتغل ازاي؟ هي بتكون مليانة زيت الزيت ده بيكون خاص بيها مش اي زيت يعني هي زيت خاص بيها ومش بيكون محتاجة ان انا اغيره يعني مش باملاها لأ طيب بتعمل ايه؟ ازاي بتدفي؟ بتدفي المكان عن طريق الاشعاع الدافي اللي بيطلع منها نتيجة تسخين الزيت اللي موجود فيها يبقى الكهرباء بتسخن الزيت اللي موجود على الريش لو ليها هي ريش على الريش اللي موجودة في الدفاية فلما الزيت ده بيسخن فبيبدأ ان هو يسخن المكان بيسخن المكان كله بيسخن الهوى اللي موجود في القوضة كلها تمام؟ طب ايه هي؟ عيب واحد بس هي بتاخد مدة اطول شوية عشان تدفي المكان عشان الزيت ياخد فترة ان هو يسخن وبعد كده يبدأ يسخن الهوى اللي في القوضة طب ايه هي مميزاتها؟ هي هادية ملهاش اي صوت امنة جدا اقتصادية وبتخلي المكان دافي لفترة كبيرة من غير ما تستخدم الكهرباء يعني فيه دفيات اول ما نبط فيها فخلاص كده المكان هيبرد لا ديت بتحتفز بالسخونة لفترة كبيرة من غير ما تستخدم كهرباء وما فيهاش مروحها عشان توزع الحرارة وبالتالي هي ما فيهاش اي ازعاج مش بين تجعانها اي ازعاج طب ايه هي اماكن اللي انا ممكن استخدمها فيها؟ ده ما متستخدم في الغرف الصغيرة والاماكن الصغيرة يعني قوضة صالة المكتب كل ده ينفعلها اللي هي الدفاس ديت طب ايه هي الماركات الموجودة عندي؟ لو انا في مصر عندي البلاكن دي ديكر عندي الدلونجي عندي الإلكترو ماكس وعندي البفكو وطبعا هلاي الحاجات اللي هي الاكسر شهرة اللي هي الصناعة مصرية هلاي التوشيبة وهلاي التورندو طب لو انا في الخليج او في السعودية هلاي عندي هلاي برضو الدلونجي موجودة هلاي معايا الدوسل وهلاي عندي برضو الامجوي باور وهلاي نوع عندي اسمه اوبتيموس مش اللي هو الانسان الآي لأ ده دفاية اسمها اوبتيموس تمام؟ دي دفاية الزيت تالت دفاية هناخدها او يعني هتكلم عنها النهاردة دفايات السيراميك الدفايات السيراميك ديت هي الاكسر شيوعا والاكسر مبيعا طبعا بيكون لها اشكال مختلفة كتير جدا واحجام كتير جدا يعني هتلاقي منها منتشرة قوي قوي في السوق طيب هي بتشتغل ازاي طريقة عملها ايه؟ هي عبارة عن لوحات سيراميك سيراميك في الامونيوم تمام؟ اول ما بتمر الكهرباء خلالها بيتم تسخنها وبيتالي الالمونيوم الموجود ده بيمتص السخونة وبعد كده بيكون عندي جواها مروحة المروحة الموجودة في الدفاة دي بتدفع الهوى السخن اللي عندي الالمونيوم داخل الغرفة او داخل المكان اللي انا فيه وبالتالي هي برضو بتعمل ايه؟ بتسخن المكان كله يعني حتى الدفايات السيراميك او الزيت لما انا بطفيها بيفضل مكان دافي اللي فترة معينة يعني فترة صغيرة بعدها مش بيبرد على طول طيب ايه هي مميزاتها؟ بتدف المكان بسرعة وهي سهلة الانتقال من مكان الاخر حسب الاحتياج يعني ممكن احطها في القوضة بعد شوية في الصالة يعني كنت نقل بيها برحتي خاصة ان فيها هي احجام كتيرا طيب ايه هي عيوبها؟ بتستهل الكهرباء عليها واحيانا عشان هي فيها مروحة فاحيانا بيكون صوت المروحة مزعج ده مش في كل الموديلات بتاعتها يعني لو صغيرة مش هتبقى مزعجة او مش بتحافز على درجة الحرارة وقت طويل يعني الزيت بتفضل درجة حرارة الغرفة سخنة اكتر من السراميل ايه هي الاماكن اللي انا ممكن استخدم فيها الدفايات دي طبعا لو انا عندي في الغرف الصغيرة زي ما قلنا في المكاتب في صالة في مكانك في شاقتك في اي حتة هتكون مقفولة وغالبا المكان ده ما يزيتش نسحته عن 150 ادم مربع ايه هي المركات المتوفرة بتاعتها؟ مركاتها عندي هلاقي لو انا في مصر هلاقي الديلونجي برضو بلاكن ديكار في حاجة اسمها ساترن وفيه برضو عندي لو انا عايزة اجيب صناعة مصرية هلاقي التوشيبة وهلاقي التورنيدو لو انا في السعودية او في الخليجة عمتا برضو هتلاقي الديلونجي برضو هتلاقي ممكن تلاقي البلاكن ديكار هتلاقي برضو الدوسل وهتلاقي في حاجة اسمها نيكاي نيكاي ديت عملت دفاية سبلت زيها زي التكيف بالضبط شكل التكيف فيه عندي حاجة تانية في الدفات الكهرباء فيه الحاجة اللي ممكن تكون عند معظمنا بس مش بيستخدمها علشان الكهرباء هتبقى عالية عليه اللي هي لو انا عندي تكيف برد وصخت طبعا ده من انضف الدفات اللي انت جي بيها لانها تبقى بعيدة ما هيش مش هتواجه انها ممكن تسخن فاي طفل ممكن يخبط فيها او اي حاجة من الكلام ده كله او تسخن اي حاجة او تحرق اي حاجة حوليك فهي طبعا دي انضف حاجة وانسب حاجة لو انت مش خايفها من فاطورة الكهرباء يعني ودي كانت اخر حاجة في الدفات الكهربائية بتاعتنا اللي احنا هتكلم عنه بقى بعد كده سريعا اللي هي الدفايات الغاز اللي هي مفهاش فيشة كهرباء ما تتوصلش بالكهرباء المال بتعتمد على ايه بتعتمد على الحرق عندي الدفاية اللي هي بتشتغل بالكيروسين او السولار الدفاية ديت بيكون طريقة عملها ازاي بيكون فيها زي فتيل الفتيل ده متوصل ما بين الغاز اللي موجود جوه سوى السولار او الكيروسين ومتوصل هي من بره بتكون عاملة زي ما تكون شعلة شعلة بتجاز او شعلة زي شعلة الفتيل ده بيمتص السولار وبيوصلوا للشعلة دي فتفضل الشعلة دي مولع نار طيب هي دي طريقة عملها طب انا هينفع استخدمها هنشوف ايه هي مميزاتها وايه هي عيوبها الاول مميزاتها ان هي رخيصة طبعا والسولار اللي مستخدم فيها برضو مش غالي رخيص فانا كده بعدت خالص عن موضوع الكهرباء فواتير الكهرباء والكرام ده كله طب ايه هي عيوبها طبعا غير امينة خالص خاصة ان لو انت عندك اطفال يعني ممكن يقرب ليها او كمان يمسكها او تدلق او اي حاجة بالكلام ده لو انت عندك اطفال ما تفكريش فيها خالص طيب وكمان بتكون ضره لان هي بتطلع دخان بتطلع ابخرة ممكن تحرقلك ال الكسجين اللي في المكان وهتعمل اكثني اكسيد الكربون طب ما انا هستخدمها ازاي وايه الممكن استخدمها فيها بتستخدم اكثر في المكروفك الشكل المفتوحة زي السعوديين او الخليجة بيحبوها علشان بتكون في السحاري حبوا يعملو مخيمات ورحلات الحاجات دي بتبقى المناسبة او فيها اوري يكون حاول Mystery away هي ما هي حال يبقى بدأت في الشرق ومولع شوائد خشب او خطب او او اي مكان هي شبه كده بالظبط بتدفي المكان المحيط بها بس يعني مش هتدفي لك على مسافة بعيدة الناس المحيطين بها بس وأول ما تطفيها الدنيا ترجع ساعة في سوان تمام كده بقى أنا اتكلمت عن دفيات الكهرباء وتكلمنا عن دفيات الغاز وقلنا لكم كل المركات بتاعتها يارب أكون ساعدتكم واللي محترف الدفات بقى عارفت هي إيه الحاجة اللي هتناسبها هتناسب المكان بتاعها هتناسب الاستخدام بتاعها وكده الحلقة خلصت يارب تكون الحلقة أفادتكم ولو عجبتكم عملونا لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد ويريت تشيركم في القناة بتاعيتنا علشان يوصلوكم كل جديد وتابعونا على صفحة الفيسبوك بيتك مع رانا وكانت معاكم رانا وقناة بيتك مع رانا ومع رانا حياتك ان شاء الله أحلى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر